اشتركوا في القناة للبرج وللطالع واللي بدي يسمع طالعه مثلا طالعه برج الحمل او الاسد او اي طالع بروح موجودة التوقعات نزلت اليوم برضو فبروح بسمعه وبيقارن ما بين الامرين عشان يطلع بالتوقعات الكاملة بالنسبة لالو بالنسبة طبعا لتوقعاتنا هي من يوم الخميس ليوم السبت اليوم طبعا من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بكون في الجوزاء بيت المال لالكم فعشان هيك بالفترة هاي بتكون الامور المالية هي اللي ظهر على الساحة فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتكون تتجنبوا النفقات بتهتم للأوضاع المالية ممكن تخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك اهم اشي انك ما تجازف باموالك او باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الامور لا تبالغ بمصروفاتك واحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي طبعا بما انه الفترة هاي كمان بتشهد تراجع العطارد وبتشهد امور الها علاقة بالكسوف فبرضه رح يكون في امور الها علاقة بالتنقلات بنقولك دير بالك اثناء التنقلات بشكل كبير وفي نفس اللحظة في امور منزلية او احداث منزلية او نقاشات عائلية ممكن تظهر على الساحة بالفترة هاي فحاول انك تمسك اعصابك وما تفاقم الامور من مساء يوم السبت وحتى يوم الاثنين القمر بصير في السرطان بيتك الثالث فعشان يكي بتنشطوه في امور الها علاقة بالتنقلات واوراق الها علاقة بالسفر او بالاتصالات السفر القصير طبعا اه كونوا اكثر صبر على الطرقات اه تفادي لأي مخاطر يوم مناسب لا اجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجالات للغموض باستطاعتك مناقش الجميع المواضيع بثقة ومهارة لكن اه بدك تدير بالك من العصبية ما بتهدأ وتيرتك بالفترة هاي من كثرة النشاط من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير في الاسد في بيتك الرابع عشان هيك بتحتل الامور البيتية والعائلية القصط الاكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من افراد العائلة تلمس توتر على الصعيد الشخصي او العائلي ممكن مشاحنات او خلافات او امر عائلي ملفت للانتباه اهم شي انك في الفترة هاي تخلى عن مواقفك المتحفظة او المتصلب بتكون فيها بالرأي يحاول انك تعمل نوع من انواع التوازن اتجنب العمليات الجراحية وخذ فترة متقطعة من الراحة وحاول انك تستشير طبيبك من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء بتظل الرغبة قوية في التقرب من احبائكم ويجاد قاسم مشترك بجمعكم بهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هاي الفترة من افضل ايام الشهر وافضل واوفرها حظا بتشعر بالطمأنينة والراحة ممكن يكون لك بالفترة هاي نوع من انواع التواصل مع احد الابناء او التعاطف او القلق الصحي بيتعلق باحد الاحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء